اشتركوا في القناة الى قوية احيانا هذه الرياح تكون مثيرة للغبار وبالتالي هذا يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية بشكل واضح في المناطق الغربية بما فيها جدة وبكون التدني مدى الرؤية الافقية بشكل واضح وكبير في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة السعودية وايضا يصاحب هذه الوضعية ظهور الغيوم المتوسطة والعالية الغيوم المتوسطة والعالية تظهر يوم الاربعاء وبالتالي هناك احتمالية لسقوط امطار خفيفة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة لكن يوم الخميس تتأثر المناطق الشمالية الغربية من المملكة السعودية بحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي الى تكاثر الغيوم الركامية وبالتالي سقوط زخات رعدية من المطر احيانا باتمنى للجميع السلامة ونرجو من الجميع اخذ الحيطة والحذر وشكرا لمتابعتكم وفي امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة